أنا أقول لك أدعي كي تكون سكران ودعي ما عليش أدعي ربي سبحانه وتعالى لأنه الله عز وجل كي يعرف كي يعلم أنك أنت إنسان ركحبته وركحب تمشي في طريق يمشيك يزلي طبعك ولذلك قالنا ربي عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدقى بالحسنة فسنو يسيروه لليسرة كي الناس رم يطلعوا يصلوا ويولوه انت شوف يم يتعدبوا هو مش ولو يلعبوا يلعبوا يلعب في القيمر شور كي يروح يتلذد ويستبل علاش عنده وقفة بين يديه رب العالمين أو يصلي رو يذكر في الله رو يشعر بواحد السعادة كي يطلع تصلي معه إمام وتكمل الصالة تقول السلام عليكم السلام عليكم تشعر بسعادة كأنك رقف الجنة لأنك أديت حق الله عليك الآن هذو كلناس اللي يروحوا تماما رمي يروحوا يغترفون من هذيك السعادة رمي يجيبوا السعادة ويقولهم إذن تهدير في بالك بل كي يهديك ربي ويسرلك أمورك تولي تعيش فيه سعادة تولي طاعة هذيك قيام اللي ينصيام النهار مش يعداب يقول لي عندك شو المتعة علاه لأنه ربي يجعلك قرة عينك في الصلاة الآن لما نعرف بل كي نرب سبحانه وتعالى هو اللي يتحكم في القلوب وش ندي روحنا يا ندعي وهو روحوا ليه هو لأنه نعلم أن من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليين مرشدة إذن ما كيش باب نخلي وهكي ما باب ربي سبحانه وتعالى يعني ما كيش باب نقدر نخلي وهو نروح والجهة وخرى كي ما الباب تعربي هو الباب الوحيد لنقدر نجوزه منه ما نقدرش نجوزه على حاجة اخرى كيفاش نسقمه قلوبنا كيفاش نغذيه قلوبنا كيفاش نصونه قلوبنا إلا إذا كان جوزنا على الباب هذا أول باب هو نطرقه باب الله ونبقى وندعيه الله عز وجل دايما الهداية 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 دايما وليدك ما وش مليح أدعو الله عز وجل روح بكير ربي سبحانه وتعالى وقوم الليل وقل يا أبي اهديلي هاد الولد هذا اهديني هاد البد هذه انت مكش مليح روح بكير ربي سبحانه وتعالى وقل له يا ربي لا تذرني هكذا متخليني اش هكذا اهديني اصلح لي حالي خليني نسجد مع الساجدين خليني نركع مع الراكعين خليني نطف مع الطائفين خليني نذكر مع الذاكرين هنا يولي الانسان وش يدير يولي دائما عنده حاجة وحدة عنده تعلق بالله شفت حنا يا وش نديره ياك احنا رانا روح نصله كل ما بسم الله اذن احنا الان وش رانا نديره رانا روح نصله هذي قصدات يصليه يا حنا ذركها هذيك الصلاة يا اخواني الكيرام الان كن نقوله الله وكبر بدأك رسولك فاتيحة في كل ركعة تصوره في كل ركعة اهدينا الصيراط المستقيم يو ديرك تصلي بصحة لك زي تقول اهدينا الصيراط المستقيم خدش على بالك بل يا ربي سبحانه وتعالى وكان يرفع عليك عنده الثانية واحدة تزلق تزلق شفت واحدة اخر يجي يصلي يقولك انا حبست حبست التعمار حبست كلش خلاص غلقت بدت لابيس غلقت العلاقات غير شرعية كي تيت كامل هذيك الجماعة دي مشي ملاح وبديت نصلي ست شهور سبعة شهور تمنى شهور بدي يقولك ريشو يتيت عليش ريشو يتيت والله غير عبك شو سبحانه قلقني واحدة كده شعلت قاروه شعلت قاروه بعدها خلاص بعد جا واحد صاحبينا عارفوا قديم عاود قالي يا رواح كده داني عمرنا راسنا خلاص يبوه كرة تحياتي ببالي عاود توليد شفت هذيك قلقك واحد شعلت قاروه تم ربي يرفع العناية ربي كان هكذا حافظك هكذا يا تم ربي يرفع العناية انت ضعت لازم نحتاجه دايما عناية على الله ما تخطيكش ليلونها النبي عليه الصلاة والسلام كاش واحد عنده قلب كيمة عمو حمد صلى الله عليه وسلم ما كاش وكاش واحد غفر له ربي ذنب وما تأخره وما تقدم وهو عايش في الدنيا كيمة النبي عليه الصلاة والسلام ما كاش ومع ذلك وش كان يقول عليه الصلاة والسلام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيت أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ما تخلي ليش معروحي أناك واتخلي معروحي نولي زواخ نقول أنا وآنا وآنا ربي وتوفيق من الله انت تصلي وما شاء ربي حفظت القرآن ربي سبحانه وتعالى راك ما تربي متخلق ربي مش انتا مش انتا ربي سبحانه وتعالى لو كان ربي عزوجة ينحي العناية تاعه ربي رو يرعاك رو مثبتك هو اللي يعطيك ثابت إذن اسأل الله ان يثبت قلوبكم نسأل الله يثبت قلوبنا إذن احنا شوش عندنا الآن عندنا تعلمنا حاجة اللولى القلب هذا لازم لي نتاصل بالله باش يسقمه لي هي اللولى الحاجة تانية وشن هي عندنا حاجة ننتكلمه مع قلوبنا هذا القلب هذا عنده أمور شوف تغذية مليحة نازم نغذيه يحتاج تغذية نوصله واحد الأمور نازم توصله باش يتقوى وكاين أمور ما خليهاش توصل له باش ميتوسخش هذك القلب وكاين عندنا صيانة صيانة هذو الثلاثة هتكلموا عليهم الآن الحاجة اللولى وشن هي أنني قلبي هذا هدان يا ربي مشيت سمعت إمام يقرأ عجبني الصوت طحتني دمعة قلت استغفر الله واتوبو إليها خلاص مننا وروح الصلاة مننا وروح باعة الله خلاص الحبس وبديت نمشي عبك هنا هنا لازم لك تغذية عبك وش دالك هذك الإنسان ذو كان نعطيك كلمة هذي شتا هذين كلمة اللي قلتها لك ذو كان نقول لك إذا عمك كلمة قلتا يودي خاف الله وكذا مننا وبعدها يتغذى ولا تحضر جنازة تحضر جنازة واحد صاحبك مت ولا بابك ولا أخوك ولا ما تقول لا الجامعة نصلي خلاص حبسنا الحكاية هذية حبسونا هذك المشاكل نبدأوا نصليهم انت شفت هذيك الجنازة هذيك البيلة هذيك تخلاص هذيك تخلاص هذي يومين ثلاثة وتخلاص سما خلاص ومبدأت عودتوا لي واحد صاحب يقول خلاص سيبون 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 انسى الموت تنسى هذيك خلاص هيا روحوا انت شتا هذيك انت هذيك الجنازة لازم لكم بعدها تبدأ تغذي متخليش اللي بيلة يطيحوا لازم ديمن شارجور شتشارجور ديمن مشيه معك واشت بدأت تبدأ تغذي تغذي في روحك خلاص مدى بديت نصلي دوك نبدأ وين خلاص حبس المكالمات حبس هذيك فلان فلانة فلان فلانة نحيها ملاليس بدأ اللابيس كسرها نشيه اللابيس جليلا نبدأ حياتوا حد أخرى ومبعدها وش ندير نحوس على ناس لينقدر نعيش معهم هذيك الحياة شفتوا هذيك لقتل مئة نفس واش داروا له العالم واش قالوا قالوا روح البلد آخر يعبدوا فيها الله قالوا روح البلد آخر يعبد فيها الله كي النسي عبدوا ربي ويروح عبدوا ربي معهم شو كيفاش لازم تبدل المراحة تبدل أنا ما نقول لك شو خرج مزيرات دورة الله صحيح دخل ما نقول لك شو بيخرج ملادك أنا نقول لك تقدر تبدل غير من ناس بك شفت الناس هذيك الأصديقاء الافتراضيين في الفيسبوك والإستجرام والتيك توك والعواقعيين اللي في حون تكدة تالية لي دوروا معاك لي جي يعيط لك يا فلان أيا روحوا نحية مطرق لأن الأمر لا يتحمل مجاملة الأمر ما فيش لعب ما فيش ممكن السنة كده ما كاش الأمر لا يتحمل أنا عندي حاجة وحدة نديرها أني راح نطيع الله عز وجل طريق واحدة تعالجنا يا الجنة يا النار ما كيش اللعب فيها الحكاية المسألة تسحق أنه الإنسان يكون جدي سيريو في الأمر هذي أني راح ندخل الجنة فريقهم في الجنة وفريق في الساعر أنا وش نخير ذوكا الآن جاب لي ربي فرصة حضرت جنازة سمعت موعيدة سمعت إيمام يقرأ سمعت آذان أطرت فيها حاجة شفت سويرة عمكة درت عفسة أطرت فيها عفسة خلاص ذوكا نحن توب هذي كتوبة هذي كوش ندي من نزمي بدنغدي في روحي إذن أول نقطة نديروها بعد طالب الله ندعي وربي يهديق ولو بناوي ثبتها الحاجة الثانية وش نديرو نبدأ ونغديه ونفسنا القلب نبدأ ونكتروله الفيطامينات القلب وشنو ما الفيطامينات ننتع القلب باش يقول لي قوي هو يتحكم في النفس هو يرزئي هو يأمر أنا دوك نركز على السلطان شكون هو سلطان قلبي نقول له وشوف القلب بتاعي وش نديرو نقول له أنا راح نصرف عليك دراهم كبار وراح نتعب معاك باش نقوي لك العضالات بتاعك بالصحة وشنو بشيني الجن هو يقول لي أرواح جيب لي وش حبيت أنا نبدأ نغديه باش نغديه دركان بتذكر الله عز وجل أنا بذكر الله يتطمئنه القلوب شوف أنا وكنت نسمع الغناء كان أغاني تحثك على القتل كان أغاني تحثك على اليأس كان أغاني تحثك على أن تقتل نفسك وكان أغاني هكذا يقولك ما تجيرش صاحب ولا كذا ويكرهك في الناس كامل 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 خاصة أن هذه الأغاني تعرفوا كذا تكره شوف حتى تقول لي تكره ذاتك بلي الحومة كع مش ملاح وهدوك مش ملاح وإنسا يقولوا عرجال مش ملاح ورجال يقولوا ع إنسا مش ملاح ومن بعدك كامل مش ملاح كامل البلاد مش مليحة وبلادية مش مليحة والحومة مش مليحة وداركم مش ملاح وبابك ويمك مش ملاح وإنت مش ملاح ومن بعد البلاد تقطع في روحك تقول لي تكره ذاتك كان أغاني تعطيك اليأس والقنوط تخليك تنتحر كان أغاني تسهل لك نحيلك الحياة تخليك سهلة باش تبل أبنات الناس وسهلة باش تهضر وسهلة باش تليقوسي وسهلة باش تصدم وسهلة باش تنحي الخوف وتروح تسرق وتعمل وتقريسي وديه مش حبيل هدو كامل نيجي كان قلبك ويتغدى كان أغاني رأي وش ديلك أي تعاونك كان أمور ما تسمحش إلا ديسكرت كان غناه ما تسمحش إلا إذا كان غير كي تكملت نزمت رح تسمي كان بزيف أمور رك تغدي بها قلبك وشن هي الفساد هدك الغناه هدك نبدلته أنا الآن نحيته نحيطه نحيطه دو كان نسمع كلام الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب شوف الآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أنا أنا بدأ نغدي في قلبي نسمع قرآن نفهم قرآن شوف نتدبر القرآن مش تسمع برك نتدبر القرآن الكريم نروح في سيارة نمشي في طريق ندير موفي ودني نسمع دروس نسمع مقاطع ونروح للحاجة الثانية وشن هي نروح نسمع الدروس المفيدة التي تغدي الإيمان نروح نشوف الحمد لله دو كان ربي يعطانا الهواتف هذي الهواتف هذي نقدره ندخلنا الجنة كما تدخلنا النار تقدر تدخلك الجنة الآن شوف أنا نعطي لك على ناس سبعطاشن إنسان سبعطاشن إنسان جاونا منين جاونا من البار قالوا لي طلعتونا في اللايف واللغر جاو من المخمرة روهم من الناس من الناس الملتازينين في المسجد الآن هذو الناس كانوا صهرانين طلع لهم اللايف سبعطاشن إنسان من جاو من البار بالتليفون هذي يدخلهم جنة سمنتا تقدر تخل الجنة بتليفون تقدر هذي تليفون هذك وانت مشي شوف الآن كين ناس شو من هابل يشري لزاربوت يصرف عليهم خمسمائة ألف ستمنيئة ألف كانت لحب ستمنيئة ألف يديرها في ودنكش يسمع صونوريزاصي قاوية ومبعده التليفون يصرف عليهم الفليكسي وكاذا مننا لأنترنت باش يبقى يتبع في الغناء للايف الحفلات مننا مننا وتلقى يمشي في طريق وميحشم حتى إنسان وين يروح رايح جاي رايح يقرأ رايح الجامعة رايح وين يروح رايح يسمع في الغناء مين يراطيش مين يراطيش وإنت على ما تسمعش القرآن كي ما هو وإنت على ما تراطيش على ما نسمعش الضروس قال أنا اليوم الإيمان تعير وضعيف أنا يحس راح يشوي ضعيف في الصالة راح أشوفك شو واحد يتكلم على حكم تاريك الصالة على فضل الصالة على الأجر بتاع الصالة كي نصلي في الجامعة وش معينتها من قوي إيماني أنا حنضعف في الصالة نسمع الصالة الآن سنشوف راحية اللي بديت الإيمان التاعي ضعف نسمع اليوم الآخر على الجنة كيفاش دائرة النار كيفاش دائرة عذب القبر الموت نسمع شوية بش القلب التاعي يحيا نعاود نقدر نكمل إذن الآن عمدي كيما نحب أنا نسمع وش نحب نسمع نسمع وش وليت ندير له الآن أنا القلب التاعي بدلت له كان يسمع الغنا يسمع الغيبة الناميمة الكلام الفاحش يسمع عيوب الناس هذي كلها أنا يسمعوها كل يوم في الجلسات نتاعنا كل يوم كل يوم ونقدر ما نش قاعد مع الناس ندخل ونسمع الفضائحة عن الناس ونشوف يعني كامل هذي أمور تقسي القلب تمرد القلب الآن أنا بديت نبدل نحيت هذا هو ما كامل نحيت لهنا نحيت هذا أشياء وبديت نسمع كلام الله بدق البير تاح نسمع شو كون ربي يتكلم معايا ربي يتكلم معايا كلام الله وزيد وش وليت نسمع وليت نسمع كذلك مواعد كل يوم نسمع حاجة بير الوالدين خطران نسمع الصحابة خطران نسمع النبي عليه الصلاة والسلام خطران على الأنبياء كل خطران يعيش في حياة واحدة أخرى نبدأ نكتاشف شوفوا نقول سبحان الله اليوم سمعت كلام على حياة عمر بن خطان عجيب كيفاش تاب كيفاش ما شاء الله كيفاش كان إنسان طريق جهنم ومبعده ولا في طريق الجنة ربي يكتم له الجنة هو يمشي في الأرض يعني كيفاش إنسان هذا ومبعد عثمان بن عفاد ومبعد فلان 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 نقول أنا أقول هذو ما قدواتي هماشي الجوار الفلاني ولا المغني الفلاني هذو هما النسل يجب أن نمشي كما هما تقول أنت وش تدير تقول أنت وش تدير تقول أنت وش تدير تقول أنت وش تدير في واحد الطريق لأنك رجل تغذي في قلبك بماذا بالقرآن وتغذي فيه بالمواعد الإيمانية هذه المهمة الآن عندي حاجة أخرى حبيت نغذي بها قلبي وشن هي نغذي قلبي بأمور نشوفها كل يومانية عبك وشن هي هي نعم وآلاء تعرفني على خالقي سبحانه وتعالى وأنا أقول لك والله 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 واحد فينا ما يقدر يمشي في طريق المستقيم لو كان ما يقدرش يعرف لي خلقه سبحانه وتعالى لأنه ليرو يقول لك حلال وحرام شكون هو مش الإيمان مش آخرين لو يقول لك الحلال وحرام هو ربي سبحانه وتعالى إذن أنا كي تجيني ما تأكلش هذيك ما تشربش هذيك شكون لي قال لي هذي كلام ربي سبحانه وتعالى إذن حناية مش نقدرهم ندهو نطبقه لازم نعرفه منين جان الأمر شكون لي أمرنا ربي سبحانه وتعالى وليدينك شوف معرفة الآمر معرفة الآمر هو الله معرفة الآمر من عرف الآمر تفانى في تطبيق الآوامر ومن لم يعرف الآمر لم يعرف شا ربي يتفنن في التفلت من الآوامر كمارا نديره إحنا ذلك شوال ما عرفو شا ربي مليح وبعد يقول له اسمها أي كين فتوى يقول لي جوز كين فتوى يقول لك بل كين يقول لي جوز ما كاش مشكل نروح في سقسي هادك ماشي هادك نسقسي الإيمام لآخر خادش هادك ساهلي أحي يقول لي جوز سما أنت وشك الدين هنا تبع فيها وك مكش سامعة بربي كامل أتحب تقول أن أنت مديا بس حتى مشي مديا أكتفتير روحك سما كين رب بفوق سبع سماوات ويأمرني ويأمرك ونتبع أنا نتبع ونتبع سكتوا قولوا وش نقوله قولوا سامعنا وأطعنا إذن الآن لازم نتعرف عليه لازم نقوله قلبي انته هو السلطان خليني نعرفك بلي خلقني أروح نعرفك بلي خلقني هادك بلي خلقني هو لي أمر فينا هو لي يحكم فينا وهو لي يدبر أمرنا شوف إبراهيم عليه السلام قال كلمة بزاف شابة انت دوك تآمل تقول لك أنا آمني بالله وش ما أنت تآمل بالله تقول لي كين ربي حتى إبليس يارف بلي كين ربي قالوا ربي الآن إبليس انت تقول لي ربي هو لي خلقنا نقول لك أنا إبليس قال خلقتني من نار وخلقتهم من تنين إبليس تاني يعترف بلي ربي لي خلقه إذن إحنا رأنا نأمنو كي ما إبليس ولا كيفاش ومن بعدها إبليس شوف تقول لي انت يا ربي عزيز وعظيم نقول لك إبليس تاني قالنا قالوا فبعزتك حلف بعزة الله إبليس ومن بعدها تتقول لي لا لا ربي رأو حكم الأرواح متاعنا والأجل تاعنا نقول لك إبليس تاني على باله بل يا ربي وحاكم الأجل قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون سمى الآن شوف كين واحد الأمور كي تآمن بيها انتايا شو ما زل ما درتوانه لازم تزيد تزيد باش تقول لي ما شي كما إبليس لازم تزيد تطلع الفوق عبقه موش اللي يخلى إبليس إبليس موش اللي يخله ما يسجج موش اللي هو أنه قدم أمره ومصلحته على الله كي مالك تقدم فيه أنت أدرك أنا نقول لك أرواح تدقل إلالا أنا نحب أنا نلقارحتي كين ديرغارون أنا نلقارحتي كين بلع أنا نلقارحتي كين كون مع فلانا أنا نلقارحتي كين كون في الفلاصة الفلانية أنا تم القارحتي يعني أنت يا شو تإبليس هو قال أسجده تمزج شو تحيي على الصالات تلقى الناس طالعين جامعة هكذا طالعين هذك لي ما تتعشو شنو ربي وشو وش قال قال أسجده لآدم فسجده إلى إبليس إبليس لي من المسجد شري من؟ لآدم دوك إحنا الناس يتسجد ربي أنت ما تسجدش الربي اسمه إبليس إبليس ما تسجدش الآدم أنت ما كنت تسجد الربي كامل اسمه شفت المشكلة ورانا فيه وبعده نقوله يا ودي مولاها ربي هو اللي خلقناه وندبرها ورزق على الله وربي على باله أو على باله وعلى باله بي بدوره فتاعي أنا نعمر وكذا ومن أديش أنا من أديش أنا عندي الكوان تاعي هادك وربي على باله ولا قلبي كيفش داير أنا وهو وشنو نهار كامل هو يدي في عقله جاه أحد أخرى اسمه شكونا أنت وتمكن منك إبليس هنا أنت لا لا لازم تنفض الغبار على روحك قال هذه الحكاية هادو قارمي عليها كين طريقة عربي نمشي فيه ذلك وشنو هو طريقة هادا يا أني نعرف ربي شكون هو ربي هادا يا حب نروح ليه هنا يا حب نروح ليه موسى نهار كان يعرف ربي شكون ربي يدلوا موعد قالوا تلاقوا يعني وعده وقلوا هكذا خير قالوا ووعدناه جانب الطور الأيمن قالوا أروح الجانب الطور الأيمن عبكوا شدار موسى خلى القوم بتاعه قال هارون شد فلاستي رك نائب في فلاستي ورح يجري قالوا وعجلت إليك ربي لي ترضى علش عنده شوق واحد حبيب شكون هو الحبيب بتاعك اللو الكامل هو الله لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوى ربي يقولي تحبه اللو 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 كامل دوك الآن الحبيب بتاعك اللو قالك اروح روح ولا ما تروحش عين شوفوا الحبيب بتاعك كاكين ولا لا لا ولا تكتب لي هنا إلا رسول الله بادي يقولك حي على الصلاة نقول السلام عليكم ما تروحش سماء هذك إلا رسول الله كامل أنا كذبه بها أنا نخطه سماء الآن العمل العمل إحنا أمة عمل مش أمة كلام إحنانا نخدمه ابدأ أخدم الصحابة جوا يسكسون نبي عليه الصلاة والسلام على القادر قالهم اعملوا وروح تخدم على روحك اعملوا فكل الميسر اللي ما أخلي قالاه روح تصني روح تركع روح تدعي تدعي الله عز وجل روح تذكر الله روح تقوم الليل روح تصدق روح تصلح بين الناس روح تبر والديك امشي يخدم على روحك ما تعرف شو اختش يا بتكون تقعر ما تعرف شو اختش تموت اخدم مباشرة خليكم الكنب زايد لماذا تقولون ما لا تفعلون إذن الآن العبرة بماذا خدمتنا وشنا ننجيره حناية الآن إذن الآن ربي سبحانه وتعالى هذه الخدمة اللي نخدمها أنا لله من هو الله شوف الآن أنا نط صباح إبراهيم ويعطينا في المثل قال الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسخين وإذا مريدته فهو يشخين والذي أطمع وأن يغفر لي خطيئة يوم الدين الآن شوف هذا هو الله شت الله تعصح لك المعرفة تعصح تعربي هذه هي أنك انتك تنط صباح تقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أمت مش انت لنط مش انت لنط ربي فطنك ربي يرجع لك في الروح وفطنت تقول الحمد لله انتك تشرب الماء هذي شت الماء هنا شت الماء هذا الماء احنا كي نشربه وشنه هو هذا ماء عدنا مجرى تعال الطعام ومجرى تعال الهواء عباكم باللي مجرى الطعام ومجرى الهواء هذو يقولوا العلماء وش يقولوا يقولوا باللي هذو ما بينهما حدود حساسة شو الكوريا الشمالية وعا كوريا الجنوبية لو كانت كان غير يسكتونا شو يجمع لي منها شو شو عني نفسها حابين الرقز والجماعة حابين توبوكم قاع ان شاء الله ماذا بينا ان شاء الله يا ربي تجعلوا تقولوا خير مننا ان شاء الله يا ربي اذا شوفوا شواني كيرام الان شفت كي تشرب انت الماء تشربوا لو كان ربي عز وجل هذك الماء هذك ما يروحش وين تشرب يروح وين تتنفس السلام عليكم من الدفلو في سنة الظهر تروح تموت اذا عبك ربي وشو يدين لك اراك هدف اراك فيه الدو اراك فيه الدو في اي لحظة تقدر تموت احنا نتقدردو كانت كامو فيه وحبس قلبه وكان مريد كده السلام عليكم مراح مو يبخلي يدفنو وشن نكملون زهر نقدروا نتقدروا كامو فيه سح تقدر تصرارك في اي لحظة تموت في اي لحظة والله غير في اي لحظة كم من رمضان يقول يدو كنتوب يكن توب فأمضان توب برمضان يموتوا نساء الله يهدينا ويهدي شبابنا يا رب إذن الآن شوف ربي عز وجل كل شي بيديه تنفس بإذن الله الحركة تاك بإذن الله السكن تاك بإذن الله شوف وعنده مفاتيح الغيبة لا يعلمها إلا هو واحد ما يقدر وش يقول لنا وش يحص رابعة خمس قاية يخذوكا واحد ما يعرف إلا ربي سبحانه وتعالى هذا هو الله لنا عبدوه هذا هو لنا دينات الصلاة شفت طعامك وش رابط والأجل تاك والسعادة تاك والشقعن تاك والعمر تاك كله بيضرب كل حاجة ربي عنده قالنا ربي عز وجل وإن مي شيء إلا عندنا خزائنه وش رك تحوص انت انت وش رك تحوص تحوص العلم أو عند الله تحوص الهنا أو عند الله تحوص السعادة أو الحياة الطيبة أي عند الله كل حاجة تقدر تجيبها من عند غير الله أي أنت حداك دكا بقى خمم احتل من اليوم القيامة تقدر كيش عفسها هذا تقول لي أنا كيش عفسها نقدر نجيبها مش هي عند ربي ما عندوش ربي منها ما كان آش ربي قال لك قال لك وإن مي شيء إلا عندنا خزائنه علش قال كلام هادا ربي في القرآن قال لنا هاد القرآن قال لك باللي ما تروحنا مننا لما مننا أرواح لعندي لازم تجي عندي وش حبيت أنا نعطي لك أرواح لعندي لازم تجي عندي لازم تطرق الباب لازم تدعو الله تبارك وتعالى وتعلق قلبك بالله إذن الآن شفت لك المعرفة الله النعم اللي يشوفوها كل يوم أنت كيتخرج في النهار شحن من الإنسان معوق شفته وأنت تبشي على ديليك شحن من الإنسان يمشي على الشريطة وأنت تبشي على ديليك وشحن من الإنسان عمام وأنت تشوف بعينك وشحن من الإنسان تلقى عنده يدو ماكاش ما يخدش يستعملها ولا رجله ولا أي حاجة وشحن من الإنسان لو يدير يغسل كل يتاعه وانتك بسلامة وشحن من الإنسان رو دير في قلبه وانترك لبس عليك نساء الله يديم علينا وعليكم العافية إذن الآن شفت العافية هذه وما بيكم من نعمة كين فميناء الله من عند ربي كلش هاد النعم حين أنت عايشوا معها كل يوم كل يوم ما تعيش تأكله وتشرب مش انتا لي تأكله وتشرب مش انتا ربي يدير واحد الجنس واحد آخر هما لي يأكلوا يشربوا وهدوك ليأكلوا يشربوا وهدوك الناس في الليكس عبوك شقال عليهم ربي والذين كفروا القول والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكلوا الأنعام والنار مثلها شوف الآن عبوك ربي شقالنا شرح لك هاد الآية شرح لك بطريقة مليحة قالنا ربي كين وحد الناس رم عايشين في الليكس مش يأكلوا يشربوا انتا دوك بالك كدك عايش كين القاز تريسيتي الخبز خرجوا الخبز ولا ما زال اكتاكلوا وتشرب هنا وبعدها كين واحد طبقة فوقك وشن هي يتمتعون سنها دوك كملوا معاهم هذوك القاز وتريسيتي وكادا وسنها ونجري نجيب هادك ما عنديش هادك خاصة ديك اللي بوزوان كما يقول الحاجيات كملوا معاهم رحوا الفوق هما القول دوك أي واحد يروح لهيك يعودي ولي يقولنا مازلكم انتوما القاز وتريسيتي وتروح تجري بدير الله شان الحليب ومنا شوروا لك القول شايشين نرس كيهمس القواروين اللحقو يتمتعون شتيام يتمتعون يتمتعون مع انتها ربي قنا ما عايشين في اللوكس وفي النهاية مع الأخر كل أنعام ما درنا والو تسمعوا مع انتها مشيدي الحيات خلاص كتوشن هي كل بهمة علش يكل يشرب مشي انتهم ولي تأكل وتشرب انت عبوك وش تدير انت تأكل وتشرب وترتقي وتكمل كمل كمل المهمتاك وش نهيها ولقد كرمنا بني آدم انت ابنه آدم انتها عبوك شكل يأكل ويشرب الباهيمة ربي يعافيك من حالها شرفت الباهيمة تأكل وتشرب على ذيك ربي شبه الكفار حنا وش نديره دركا معظم شبابنا نجيبوا لجورني ناكل نشرب ندير ايه هم بعد هم بعد وش درت ايه هم بعد غضوانا ريحين استطاد نديروا هذيك ايه هم بعدها وش كائن ايه هم بعدها بدلت وقالوا مازال مازل كنتها هوا تأكل وتشرب ايام وكانت تشابه اليام تتوعك انت عبارة عن انسان ش حالك عايش ش حالك تزيد تعيش وكنتوا قاعد بالحالة هذية كنت جيتمو تقولوا هذا ايه سنتشوف عباك ش حال عايش هدايا اضرب ربعين سنة ملي ولا شاب ربعين سنة ملي ولا شاب وبعدها مات اضرب ربعين سنة في تماشين شهر في ثلاثين يوم قاعد فوتو كوبي قاعد كيف كيف قاعد كيف كيف انو دال حداش عطماش وبعد يحكم بوتو بس قمرو حوي دير الجلد كيراتين منان اذا يعود يدور هاي كالدورة هذي شتا روتين كل يامات وتتشابه ماشين تايا الله يرفعك عن هاد المقام ماشين مكانتك والله مكانتك ماشين تاك كامل يتكون هاد الاحال اربي خلقك الامر وحد اخرى كبيرة علش ماشين تايا تصرح ذات البين علش ماشين تايا رك هنة تنصح علش ماشين تايا رك تنظم في مجالس كما هادية علش ماشين تايا رك تسعى على الارامل والايتام علش ماشين تايا رك تروح تصلي علش ماشين تايا تأذن علش ماشين تتصلي بالناس علش ماشين تتعلم القرآن الكريم علش ماشين تايا رك الان تخدم في حاجة تنفع البلد تختارع حاجة دير اي حاجة وليهم مكرود دل فعل علش مش ينتنس انه منك انك تفعل اشياء هذه هي الغلطة اللي رانا فيها الان اننا احنا يا منسينا علش رانا عايشين ولينا ما تعرفوش على اللي خلقنا وهذا الامر اخواني كرام يغذيك كي تعرف وعلش يخلقك الله تتغذى المهمة التاعي لعبد الله المهمة التاعي ان يكون انسان نهارا نموت نخلي بصمه مورايا اخدم على بصمه دير بصمه ورينك شما تدير قبل ما تموت دير مشوع انك انت انسان نار تموت تخلي حاجة موراك ما تخليناش ألبوم تعالغنابر كده ما كان ما تخليناش فيلم ولا مسلسل عن مخديرات تعوش تخلينا موراك خلينا نصيحة خلينا قرآن خلينا حاجة هده اختراع يرفع الأمة خلينا هده مسجد بير حاجة أي حاجة خلي حاجة دير بصمه اخدم باش تكون انسان طيب اخدم باش تكون انسان صالح اخدم الى جلة نعرضها السماوة والأرض والامر الثاني اننا نوقفو نديروا باراج على القلب ومنخلو احتح حاجة فازددخل القلب نمنع التغذية السيئة عن القلب هذه الحاجة الثالثة اللي نتعاملوا معها في القلب عرفنا اول حاجة اننا ندعو الله الحاجة الثانية ندعو ربيه دي قلوبنا الحاجة الثانية اننا نغذي قلوبنا بالقرآن معرفة الله المواعد الدروس الايمانية الامور الفقهية هذه نتغذوا بها الصحبة الصالحة تغذي القلبك النصيحة الطيبة تغذي القلبك التأمل في نعم الله تغذي لك قلبك هذه كلها تغذي لك قلبك ومن هالعبادات كي تعبد الربية تغذى قلبك قلبك يتنظف تروح عمراء تروح تسلي تتصدق تروح توقف مع الناس تعزي في جنازة توقف في فرح توقف في أي حاجة أكثر عبادة يتغذى قلبك الحاجة الرابعة وشان هي أن قلبي أو الثالثة ما نخليش قلبي تغذى بحاجة سيئة السوء التغذية هو ليهلك القلب لما تكون عندك ناس كل يوم غيبا ونميما القلب يمرض الرسول عليه الصلاة والسلام أنتم تعرفوا كاش واحد عنده صدر نظيف كما صدر النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ربي ألم نشرح لك صدرك شفتها دي ألم نشرح لك صدرك هذاك الإنسان ليهو محمد صلى الله عليه وسلم وقال لناش وش قالهم قالهم لا يحدثوني بعضكم عن بعض داروني خليوني نخرج للناس وقلبي مشارح لهم قالهم لو كانت تحكيوني واحد يحكي لي على هذاك ويقول لي هذاك ودار 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 نولينا قلبي يخمج من الناس النبي عليه الصلاة والسلام قالهم ما تهدروا ليش على بعضكم البعض بش قلبي يقعد نضيف يقعد نضيف كامل العداوات اللي يرى موجودة عندنا بيناتنا هنا هي عبارة عن غيبة ونميما هي سقطها هي الشأس المرتاحة تخيلوا بك اش غيبة ونميما نولوا عايشين في جنة إذن الآن قلوبنا مرضت من واش مرضت من التغذية سيئة تسمع غيناي تسمع كلام فاحش شوف أفلام شوف أشياء شوف صور صور تخيل شوف ناس جايزين نسانة عن ناس جايزين متبرجات تتفرج نهار كامل ونتا عينك تطلع وتهبط فيها نهار كامل يوم كامل ونتا هدى خاصة خاصة الناس اللي يقعدون نهار كامل في الشوارع مصيبة كبيرة قلبك يمرض يمرض تعصاح وقد تقولي يا نعمة ما شوفش شوف ولا غير شوف شوف دراع لك شوف سمع لك قاعدة بتريحتي تراك إكسفوزي سمع تقولي وش دير كل يوم ما تفتح تريفون زي تشوف تليفزون زي تشوف يمرض القلب يقولي تعفن نساء الله السلامة والعافية وزيد على ذلك أعظم حاجة تخسر لك قلبك أنك تروح تسمع الأغاني التي تفسد لك مستقبلك أو تحثك على الفسد وتسمع الغيبة والناميمة تسمع أعراض الناس تسمع الكلام الفاحش تسب الله اجتنب هذا المجالس كامل تخليك منها وكاينة حاجة تفسد القلوب تخلي القلب يتعفن تخلي القلب يمرض يمرض سيئات قال النبي عليه الصلاة والسلام ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا قال النبي عليه الصلاة والسلام كدير شوفوا ليحها كدير مع سيئة تنكت في قلبك نكتة سودة أنت ما تقول استغفر الله جالسة عندك المرة شفتها نكتة سودة ومن بعدها قد كلم فاحش نكتة سودة ومن بعدها قرو نكتة سودة ومن بعدها سرقت نكتة سودة تصورت في اليوم ما هي تسئة للحاجة ما قدت أحد استغفر الله واحد استغفر الله ما كان crois هاد القلب هادا وش يهدير قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يصير القلب يطبع عليه قلبه الران قال ذلكم الران حتى القلب يقول لي كحل صوب رصو? مية بالمية؟ الكاشي يقول لي خلاص أنصحوا لريح نساء الله يهدينا ويعافينا الله يعافي قلوبكم من هذه الحالة لأن الإنسان كل حق الحالة دي مصيبة علش؟ علش الحق الإنسان الحالة دي ما كانش يمحي ما كانش يمحي أنا يا وش الدير قدر ربي قدر ربي يعني مبتلة درت غلطة استغفر الله وتوب إليه يبسي أقولك لأخر يا دكت عاوزي الديرها ما عليش خليني نمحي هادي خليني نمحي هاديها ما نشحبه ويتلمه لازم نسل لك روحي ملحبش تلمه علش تسنات قل السناح تنها وش نوحتال وش نو نديلار ويترات السناح تن رجل واحد الأمور السناح تنضبر خدمة السناح تن دير كذا وين وراك رايح وخلاص عبك ش حل تستني هاديك القلب خلاص عبك ولا مش يكحل راح ل الحاجة واحد أخرى كامل سما القلبك مش يغل ولا أسود سما انت ذوكا الآن وش الدير لازم دائما قلبك متخليش يفسد بالمعاصي غير تدير معصية قل استغفر الله وتبولهم هاد المعصية معليش أم وين محي هادية أم وين محي هادية شفت انتا يا انتا تشوف أمور حرام ولا تقول كلمات حرام تمها في ذلك حالة سنا حبس حبس أنا درت حاجة مش يمليحها معليش أنا مانيش نصلي مانيش مدير واني نعمر وسأني درت حاجة سنا نمحي هادية مانيش حبهم يتلموا عقد تتعامل وحدك التوب وبعدها شاء الله التوب تولي تستحيمين الله علاه وليت طبطبت بزاف الباب استغفرت ومبعد أدنبت عاود زدرتها عاود توليت زد عاود درتها ومبعد حشمت منه وسمح لي والله ما زيد ندير دعا خلاص بزاف دو مون ديتو بزاف تولي تستحيم يعطيك ربي وحد الحياة والله ما تولي تدير المعصية تولي سانطة المعصية شول دايما هالخلاص نروح عند ربي استغفر الله زيد نديرها كراحة خلاص وقعد ناس يقولون هاد الكلام والله غير كامل الناس يقولين توب ونعود نقولين توب حتى كرهت المعصية هدي وليت ما تلددهاش خلاص كيفاش عندك مرات ومشي معاها وكذا ومكش تلدد ايه ما نشي تلدد علاه خلاش توبت بزاف شو وليت حسيتها خلاص خسرت لي علاقتي مع الله اذن الان عندك حاجة وهي انك ما تخليش سيئات يخمجو لك قلبك يفسد القلب من بعدها الحاجة الاخيرة يعني اللي نبشو ليها وانا اراني اختصر على كل حال باش انا ما نطولوش وشن هي في اصلاح قلوبنا صيانة شوف الان نقولوا احنا يا انا يا دعيت ربي وهدالي قلبي امشيت جزنا على المرحلة الاولى وبعدها واش درت قالوا لي العلماء لازم تغدي قلبك رحت لحلاقة العلم حضرت الجمعة نسمع مقاطع في التليفون ما شاء الله خلاص انا بيت متعلم وبعدها حبست الغيبة النامية ملغنا زيت رحت لمرحلة التالتة حاجة الحرام لاخلي تدخل قلبي خلاص وليت ما شاء الله دو كان حق تنضيف دو كان يحب نبقى نضيف واش لازم لي لانتروتيا النظافة جبت سيارة جديدة واش نديرا يقول لك هادي سيارة مليحة على بالك بسعب بالك الماء الزيت رباء بالك الفيتر فيضونج في وقته باش تبقى لك مليحة باش مطيحش تأموبيل باش ميرحش الموتور اذن الان هنا باش منخسرش باش منعود شو نقول لين هذيك الحياة عندي صيانة شفت هذيك الصيانة هذيك الدعاء الاستغفار الذكر الله تبارك وتعالى شو تذيك الامر هذي اللي تخلي الانسان دايما يمشي بسح الصيانة العظيمة وشن هي انقو ربي التقوى في نفسي ندير واحد الحصن هكذا نبني واحد الجدار باش منخليش الشيطان ربي واش قالنا ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان يتذكر انت تلحق الوحد درجة تبني ايمان الايمان هو الصيانة عشرة الايمان هذاك القوي تقول تشوف الجنة كأنها امامك والنار كأنها امامك وتشوف ربي سبحانه وتعالى في كل تصرفاتك تقول هذا هو الله اللي يفعل هذا الامر هذا هذا لي مت هو لربي للداه وهذا لي زاد اليوم عند فلان المزيود الجديد هذاك ربي لي خلقوه وهذاك الانسان اللي يكون مشكين طالعا بهم بعد اولا فاقير ربي لي فقروا وهذاك الانسان اللي يدر الله فANE روه لم ترم به ربي لي اغناه وهذاك الانسان اللي كان سوفاج بعد اولا يصلي ربي ليهداه وهذاك الانسان اللي كان يصلي معنا وبعد مسكين هلك هو ربي اضل لها الان وشوف تشوف ربي 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 تقول يلا تقول يا ربي انا عزيز عزيز ونخشى يوم فيه نعيم مقيم أو عذب أليم هذا هو الحكاية تعناها هو الإيمان الحقيقي أنك تعظم الله وتعيش مع ربي دايما وتخاف اليوم اللي راح توقف فيه بين يدي الله نختم بآية يقول فيها الله تبارك وتعالى واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله أنا أقول بكلمة أهمس بها في أذنك وشن هي أنت تموت أنت في يوم من الأيام ستموت ونقول هل كان هذا بكل قساوة كما قالها ربي إنك ميت وإنه ميت وقالها أنا ربي هكذا نشفى نشفى كل نفس دائقة الموت تحقوا الأكره ما قلنش يا أيها الناس يا الناس هكذا ما كاش هكذا نشفى نشفى كل نفس دائقة الموت سمانتا أنت ابلع معايا الحقيقة هذه حقيقة مرة الصحية لح تمشيلك هي لح تخليك تنجح هذه الحقيقة المرة كي تعمل معها أنك ستموت ونقول لك وحدك المرة أخرى راح تموت في أي لحظة من دون استئذان وكل شوف أي حالة نقدر يجي نموت فيها الموت لا ينتظر مسافر حتى يرجع ولا ينتظر صحيحا حتى يمرض ولا ينتظر غنيا حتى يفقر الموت ما يستناش صغير حتى يكبر الموت ما يستناش صغير حتى يكبر الموت ما يستناش شوف الموت يجي في أي لحظة انت جي الانMANDنا اربسا كل الناس جيدت تشرب بالماء والله ما اكملتها انا كنت نحكي عرض اللقطة جاني انسان يبكي قال لي اش كنت من تحكيNa ولدي قال لي كنا قعدين في الطابلة قاللي وليدي ارفض المغرفة عالحسن منشفا والدو في العشverينات قال لي رفض المغرفة قال دارها كدا قال لي والله ما عنده حاتمر قلب ما عنده والوين قال لي رفض المغرفة دار هكدا قال لي والله ما كلها هذه المغرفة قال لي الحينها اللهم منفموا واتفعلها والله بك لها سمانتا انتا في اي لحظة تموت ديرها هكذا انا من جاملكش انا هكذا اقول لك لازم تتقبلها هكذا تبلع انا نموت في اي لحظة نموت اذا وش ندير قال لك ربي ولا تموتنا الا وانتم مسلمون انا ما نقدرش نحكم في روحي وقتاش نموت ولا لا لا واحد فينا ما يقدر يحكم ما قدش يقوله ما تدينيش في الليلة في النهارة وما تقتنيش هنا يا يبديني بلاسة افلانية في مكان لا لا مشي هندك هذي ما تحكم في هنتايا لا تدري نفسهم ماذا تكسبو غدا ولا تدري نفسهم بأي أرض ينتموت هذي ما تدخلكش في هنتا كينا واحدة يقدر تكسب هنتا قال لك ربي ولا تموتنا اينا وانتم مسلمون ربي قال لك رد بالك نبعت لك مالك الموت ونلقاك سكنان ورد بالك نبعت لك مالك الموت ونلقاك ما تصليش ورد بالك نبعت لك مالك الموت ونلقاك أوفردوز ورد بالك نبعت لك مالك الموت ونلقاك قتلك على جهة طفلا ورد بالك نلقاك في يوم من الأيام نبعتلك مالك الموت ونتا تسمع فيه ربي وتتموت ورد بالك ولا تسمع فيه ربي وتتموت ولا تفرج فيه فيه وتتموت ولا تنظر إلى الحرام وتتموت ورد بالك قال لك ربي هندا ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون وش نديروا إحنا بك وش نسركوا لها نبدأوا نوجدوا روحنا ونبقوا مسلمين دايما باش غير يجي أنا هنا يا كان يواجدانا الحمد لله ما يجيش يقول لي والله مين سنك والله هي ثانية وحدة مين سنك أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يهدي قلبي وقلوبكم وأن يثبتنا على طاعته ونسأله تبارك وتعالى أن يديم علي وعليكم السطر في الدنيا والآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا توبة النصوحة ونسأله تبارك وتعالى أن يسكيننا الفردوس الأعلى وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله الله نسأل الله وإحنا في هذا المجلس أن يجعلنا من الصادقين ونسأل الله في هذا المجلس أن لا يأتي لنا الموت إلا ونحن ربنا عنا راضي في أحسن أعمالنا التي يتقبلها الله مننا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر